السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أزيقك حبيبي عاملين إيه؟ النهاردة إن شاء الله هنكمل سلسلة الشرح بتاعتنا عن منهج اللغة الإنجليزية من كتاب المعاصر طبعا إحنا شرحنا قبل كده الوحدة الأولى والتانية لسنة تانية عدادي وشرحنا الوحدة الأولى لتالتة عدادي دي الوحدة الأولى لسنة أولى عدادي ومع لش أنا أسفة اتأخرت عليهم شوية إن شاء الله هنشتغل النهاردة الوحدة الاولى ويومين كده ان شاء الله هعمل لكم الوحدة التانية عشان انتو طلبتوها كتير في التعليقات تمام نبدأ بقى نفتح المنهج مع بعض كده احنا حبيبي النهاردة هنشتغل الوحدة الاولى اسمها my family and me هنتصفح الوحدة الاولى فيها ايه هنشوف الكلمات بتاعتها هنشوف الlanguage notes هنشوف القواعد اللغوية بتاعتها هنحل طبعا تدريبات عليها ان شاء الله بس قبل ما نبدأ الفيديو اتمنى تعملونا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان ان شاء الله يوصل لكم كل جديد نعمله يلا بينا طبعا اول هم نفتح الوحدة الاولى ده شكل الدرس قدامنا ده lesson one and two طبعا احنا مش عشان الفيديو ما يطولش قوي هنحاول في قرية الكلمات نختصر بحيث ان انت كل كلمة واضحة قدامك بمعنها اي حاجة انتو مش فاهمينها ابعتوها لي في التعليقات كان فيه ولاد كتابولي في التعليق ان هم عايزين يعرفوا ازاي يكتبوا البراجراف انا قلت له ان شاء الله هعمل فيديو ازاي نشرح فيه ازاي نكتب البراجراف والايميل خلاص طيب دي الفوكابلري بتاعة lesson one and two زي ما انتو شايفينها كده احنا مش هنقراها علشان ما نضيعش وقت ونطول الفيديو خلاص دي تصريفات الافعال كل فاعل present, post, post, participle تصريف اول, تاني, تالت خلاص كده هنا الكلمة وعكسها زي ما انتو شايفين بعد كده بيجيب لنا هنا بقى بصو في حاجات هنا كنت عايزة كنت تركزوا عليها جدا study, these definitions يعني these definitions اللي هي تعريفات دي تعريفات او كلمات لازم تبقى عارف معناها كويس جدا twins يقول لك children born at the same time يعني التوقم full entry work اللي هو ايه عمل تطوعي كل الكلمة وصدعة ترجمتها tshis tshis football match band basketball swimming drums aunt uncle grandfather grandmother brother طبعا في حاجات كتير من ديت انتو اخدينها قبل كده بعد الكلمات وبعد ما يجيب التصريفات الافعال والتعريفات الديفينيشنز اللي ونا عليها بيجيب لك اللي هو ال reading text نص القرية اهو وطبعا فيه listening text برضو معيه اللي هو نص الاستماع ندخل بقى على المهم والمفيد في الوحدة اللي هو grammar grammar بتاع الوحدة الوحدة الاولى يا جماعة grammar بتاعها بينصب حوالين اللي هي pronouns الضمائر هنشرحها كلها مع بعض والمضارع البسيط present simple برضو في الدرس اللي بعد كده طبع الوحدة الاولى برضو هنمشي واحدة واحدة مع بعض طبعا ال pronouns اللي هي الضمائر في ضمائر فاعل في ضمائر مفعول في ضمائر ملكية في ضمائر ملكية برضو يعني نوعين ضمائر ملكية ايوا وهنشوف الفرق بينهم دلوقتي اول حاجة ضمائر الفاعل يعني ايه ضمائر الفاعل على حين ما نطلق بطش اللي هي يعني ايه ضمائر فاعل يعني ايه ضمائر فاعل ايه ضمائر الفاعل ايه انا اذهب الى المدرسة ايه بالاوتوبيس انا اذهب مين اللي بيذهب في المدرسة هنا أضمائر فاعل مين اللي قم بالفاعل وذهب أنا اي يبقى هنا ضمير فاعل اقول اي ما اقولش مي امتى اقول مي اقول مي لما كن انا مفعول يعني اقول مثلا صديقي اعطاني هدية اعطاني جيف مي هو انا هنا فاعل ولا مفعول لا طبعا هنا مفعول صديقي هو اللي فاعل اقول عليه هي لان صديقي هو اللي اعطى هو اللي قم بالفاعل انما اعطاني انا يبقى اقول مي يبقى اقول my friend او هي give me a present خلاص كده طيب يبقى I ضمير المفعول بتاحها إيه you ضمير المفعول بتاحها إيه you برضو you دي تمشي أنت وأنتم وأنتي وأنتنا he ضمير المفعول بتاعه إيه him she ضمير المفعول بتاحها إيه يارب تكونوا فهمتوا الفرق بين ضمير الفاعل وضمير المفعول it it we طبعا التأسيم دي كلها هتلاقوها عندكم في الكتاب they them we us خلوا بالكم إيه بقى ضمير الملكية اللي بيعبر عن الملكية يعني أقول إيه ده ألمه صح ألمي أنا أقول this is my bin طيب لو ألمك أنت this is your bin ألمه this is his bin ألمها this is her bin وهكذا our we there they طيب خلوا بالكم ده كله مكتوب بعده زائد noun يعني زائد اسم يعني يجي بعده اسم يعني إيه الاسم المملوك my bin your bin his bin فهمتو؟ طيب إيه الفرق بقى بين ضمائر الملكية دي وضمائر الملكية دي ضمائر الملكية دي ما بيجيش بعدها المملوك اسم المملوك إزاي؟ يعني أقول this is my bin هنا إنما عايزة ما أقولش كلمة bin أقول this is mine أو it's mine أو this bin is mine خلاص هو أسكت على كده this is yours أو this bin is yours this bin is his this bin is hers وهكذا سنقول يا رب أكون وضحت لكم الفرق بين الضمائر الفاعل والمفعول والملكية اللي بعديها ناون اسم المملوك والضمائر الملكية اللي مش بعديها اسم المملوك نتنقل بقى لجزئية تانية تعالوا يا حبايبي معايا فيه ولاد كتير مش عارفين who's اللي هي ملك من إحنا خدنا كلمات للسفهام كلها قبل كده who, which, what, where, when, why, how, 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 often خدنا كلمات كتير who's دي من ضمن الكلمات ديت اللي هي ما بتذكرش كتير للأسف who's ديت يعني ملك من يعني أنا لقيت شنطة هقول who's bag is that شنطة مين دي؟ خلاص فواحد شافها قال دي شنطتي it's my bag ضمير ملكية بعد المملوك أو يقول it's mine ومين دي ضمير ملكية مش بعد مملوك this is my car this car is mine فهمنا يا حبيبي؟ نتنقل لجزئية تانية الجزئية اللي بعد كده موجودة برضو في سنة تانية إعدادي وأنا شرحتها على فكرة في الوحدة الأولى في تانية إعدادي وموجودة هتلاقوها في تالتة إعدادي وفي قولة سنة والإنجليز يا جماعة ترى كومي يعني لازم نفهمه من الأول كويس جدا عشان بعد كده نبقى ماشيين على أساس سليم زمن المضارع البسيط هو عبارة عن طبعا ضمائر الفاعل اللي احنا خدناها بيجي بعدها الفاعل في المصدر مع إضافة s أو es للفاعل إذا كان الفاعل هي أو شي أو it طيب تركيبه سهل أو تكوينه سهل أستخدمه إمتى أو يعبر عن إيه؟ بنستخدمه لما نكون بنعبر عن عادة متكررة بتحصل كل يوم مثلا أو كل أسبوع أو كل شهر بس المهم إن هي متكررة بانتظام إزاي؟ يعني إحنا ويوم الجمعة بنلعب تنس متعودين على كده خلاص يبقى مدرع بسيطة على طول جدي وجدتي أحيانا بيستخدموا الكمبيوتر يعني عادة عندهم بس إمتى ما قالش بس هم أحيانا بيستخدموا الكمبيوتر خلاص؟ طيب النفي سأقوله عشان بس ما نطولش في الفيديو النفي طبعا بنحط بعد شايفين كده؟ طبعا النفي لما يكون الفاعل مفهوش S زي هنا كده سأوضح الصورة زي we usually play طبعا بنقول we don't بحط قبل الفاعل don't we don't play خلاص؟ إنما لما يكون الفاعل في S زي مثلا بقولك رودينا أو علي يعني رودينا أو علي يعني she أو he هحط S للفاعل اللي هو listens لما يجي أن في فاعل زي دوت هقول doesn't listen وهشي للS طبعا لأني حطيت doesn't خلاص كده؟ طب لو هعمل سؤال يا حبايبي في المضارع للبسيط قالك لو الفاعل مفهوش S لو I أو we أو you أو they والمصدر بجيب في الأول do أقول do you speak English yes I do no I don't does لو الفاعل في S بجيب في الأول does وأقول does she cook well yes she does no she doesn't طب لو السؤال بكلمة استفهام يا حبايبي بقى زي what مثلا أو where عاوز أقول مثلا هي رايحة فين where does she go يبقى بجيب كلمة الاستفهام الأول وبعدين أجيب المساعد do أو does على حسب الفاعل اللي عندي أو الفاعل لو أنا عندي الفاعل I we you say والفاعل مفهوش S بجيب المساعد do لو أنا عندي الفاعل هي أو شي أو it والفاعل في S بجيب المساعد does وفي الحالة دي بشيل الـ S يعني أصلا الجملة دي أساسها she goes goes اللي هي G-O-E-S طبعا she goes to school مثلا on foot بتروح المدرسة سيرا على الأقدام أو she goes to school هي راحة المدرسة دلوقتي عاوز أعمل سؤال بwhere أين where does she go what do you study أنت بتذاكر إيه دلوقتي خلاص طيب قالك زي ما قلنا من شوية المضارع البسيط بيعبر عن الحقائق السبتة زي مثلا زصن خلي بالكم المثال معي always rises in the east الشمس عادة بتشرك في الشرق دي حقيقة علمية سبتة يبقى مضارع بسيط على طول العادات المتكررة أو الأحداث المتكررة زي ما لسه قال لكم من شوية maha gets up early every day maha كل يوم بتصحى بدري she usually طبعا usually often ديت ديت frequency adverb اللي احنا ظروف التكرار اللي شرحناها قبل كده خلاص maha she usually ghost school on food he often plays football on fridays friday يعني الجمعة لي جامحة وحطي لها s هنا معناها في كل أيام الجمعة بكده سنقولة أكون قدرت ألملكو unit 1 على قد ما قدرت إلى حد ما لم تلكو الحاجات المهمة فيها كلها طبعا في حاجات تانية ما قلنا هاش عشان الفيديو ما يطولش بس حاجات انت ممكن تذكرها لوحدكم احنا حاولنا اللم لشوية الحاجات المهمة خلاص زي grammar كله مثلا وطبعا انتوا هتذكروا حاجات بقى زي prepositions والlanguage notes والكلام ده تعالوا بقى منحل test on unit 1 امتحان طبعا بنفسه مواصفات امتحان آخر السنة أو نصف العين خلاص مواصفاته زي ما قلنا في قولة وتانية قبل كده مواصفاته قلنا اول سؤال بيرتكز على listening طبعا بتستمع فيه طبعا بيبقى عبارة عن listening وبتجاوب تاني سؤال عبارة عن ال dialogue وقلت قبل كده قلت في الفيديوهات اللي عملتها قبل كده يا جماعة وهقول تاني طبعا لا ال dialogue عشان احله كويس واجيب الدرجة النهاية فيه بقى راق كله مرة واثنين وثلاثة قبل ما حل خلاص عشان اعرف موضوع ال dialogue بيتكلم عن ايه خلاص ودايما قلت الاجابة اللي هقولها مبنية على اللي تحتيها يعني لازم اكون عارفة اللي تحتيها ايه عشان اعرف هكتبقى فوق واعرف طبعا ال dialogue ده بيضير حوايا موضوع ايه وبين مين ومين طبعا عرفنا ان هو بين سلمة ونادا سلمة بتقول where is your father's job he is a انا طبعا اعتبروني انا قريتو كله قبل ما حل خلاص انا عارفة طبعا هم بدور حوالي ايه وانا هجاوب معاكو دلوقتي ونعرف احنا نجاوب ازاي ادالو what's your father's job الله اعرف he is a طب اعرف ندا باباها بيشتغل امني من اللي تح سلمة بتقول لها a pilot pilot يعني طيار اه وراحت سألها سؤال نا سلمة سأل سؤال تاني ايه he like his job قالت لها ييس بدام طبعا ييس يبقى لازم هنا سؤال بهل اللي هو طبعا ده مضرع بسيط وهي يبقى does does he like his job yes he ايه اه في بناتها ولادها يتصرع ويقولولي ايه yes he does اه لا مش does ليه بقى لو كان وقف وحطه نقطة هنا كنا قلنا ضز يعني لو كان نهى الجملة قفلها على كده كنا حطينا ضز انما هو هنا كمل الجملة كاتب لي it very much يبقى هنا هاجيب فيرب عادي فيرب اللي هو ايه like yes he likes it very much هو بيحب وظفته اه ده بيحبها جدا طيب راح تسألها سؤال تاني بكلمة استفهام يا طرى ايه كلمة الاستفهام قالت لها he works at Cairo airport بيشتغل في مطار القاهرة الله يبقى فين بقى يجايب لي مكان يبقى where where does he work طيب how do you your time راح تدخلها في نقطة تانية قالت لها انت بتعملي ايه في وقتك قالت لها we some times in late شس بنلعب احيانا شطران قالت لها wonderful رائع الله يبقى معنى ايه الكلمة اللي نقصة هنا ايه بتخميني طبعا يا سنة اولى يا شطرين spend spend يعني ايه يقضي تمام ده لوك سهل جدا اهو طب تعالوا معايا بعد كده على سؤال القطعة طبعا مش هنقراها تجيبوا الدرجة ان هي فيها هتقروها برضو زي الديالوج قبل ما تحلوا مرة واثنين وتلاتة وبعدين نبدأ نحل وهتلاقوا كلمة او اتنين تحتيهم خط زي دي كده بيبقى عليها سؤال تمام وبعد كده بيجيب لكو تلات اسئلة وسؤالين تشوز على الكطع نيجي بقى بعد كده على التشوز نيجي بقى يا جماعة لسؤال التشوز زي ما قلنا التشوز دوت من الاسئلة المهمة جدا والسهلة جدا والشيقة جدا وقال لكم على فكرة عشان لو جملة قبلتكم صعبة ولا حاجة اول حاجة عشان نعملها في التشوز ان احنا نستبعد الكلمات اللي ما تنفعش تبقى هي الاجابة زي مثلا نومبر وان زي بوت انيو موبايل فور اي فوزر طبعا معنى الجملة هنا اكيد هم اشتروا موبايل جديد لولدهم لان هنا كل الاجابات عندي الاختيارات ضمائر ملكية صح طبعا زي ماينفعش هير دي خلق استبعدها ماينفعش هز ماينفعش ات يبقى زير نومبر تو اي ليرن ويردس باي دروينج سيمبل الاجابة داياجرامز وعلى فكرة الكلمات دي كلها عليكم في اليونت وهمش يجابلكو حاجة من برد دايما اللي تشوز بتلاقوه من الفوكابلال اللي عندوكو في اليونت المفردات اللي عندوكو في اليونت نومبر سري صارة اولويز المضارع البسيط للسائلين عليه صارة متعودة ان هي تقرأ قصص في المكتبة صارة اولويز عادة او دائما دائما يبقى طبعا الفعل مضاف له اس عشان دي صارة تبقى ريد طيب اول سبورتس من دريم اوف خلي بالكم بيحلم بي دريم اوف كل رجال الرياضيين بيحلموا بالذهاب طبعا مش المصنع ولا المدرسة ولا المستشفى يبقى الاوليمبيكس طيب نومبر سيكس هالا هاز طول الوقت بتذاكر وبتدرس وبتروح المدرسة يبقى حياتها ايه بيزي فين بيزي اهي سنقول طيب ايه توجزر توجزر دي يعني معنى طيب ايه الكلمة اللي خدتها في الوحدة بتدي المعنى ده بارتنارس طيب doing is this kind of sport نقط me happy القيام بهذا النوع من الرياضة بيجعلني سعيدا طبعا خدناها في اليونت برضو هتلاقوها في اليونت makes me happy نومبر راين محمد صلاح became a footballer in England طب here father and mother are alive باباها ومامتها لسه عايشين so she isn't an ee ها خدنا كلمة يتيم في الوحدة orphan تمام ننزل بقى على السؤال اللي بعد كده اللي هو read and correct the underlined words underlined words كلمات اللي تحتها خط دايما بتبقى غلط في السؤال ده وعاوزنا نصححها نومبر ون حبيبة eats healthy food so that she can stay ها strong طبعا كان بيجي بعدها الفعل في المصدر يبقى stay خلاص the sun always مدرع بسيط always rise الفعل في الانفينيت في المصدر يبقى rise his عشان the sun it she loves his parents his his is they وهي she تبقى هير هتعلمنا طبعا في ضمارة الملكية ان she ضمارة الملكية تحهير she loves her parents very much does you لأ غلط you تخد do يبقى do you have a new bag وهكذا اخر سؤال عندنا سؤال البراجراف اهو write a paragraph of 80 where this on a famous gymnast خلاص طبعا ده موضوع البراجراف هنكتب عنه براجراف مكون من 80 كلمة تقريبا وطبعا قوعد كتابة البراجراف قلناها قبل كده وان شاء الله هبقى اعمل لكم فيديو ازاي نكتب البراجراف عشان هيبقى بقى للكل الأولى وتانية وتالتة اعدادي مع بعض اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكو واتبعونا دايما وتعملونا لايك الفيديو واشتراك في القناة وتعملوا شير لأصحابكو عشان يستفيدوا ان شاء الله واشوفكم على خير في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة